بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني عشر المصار الأدبي المادة ورفية درسنا في الدروس السابقة توزيع المسطحات المائية في نصف الكرة الأرضية كذلك قمنا بدراسة خصائص المحيطات المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والمحيط القطبي المتجمد الشمالي والمحيط القطبي المتجمد الجنوبي كذلك درسنا أهم البحار والخلقان في كل محيط والأنهار التي تصب في كل محيط والقذر في كل محيط وقمنا بدراسة أهم الظاهرات التدرسية في قاع البحار والمحيطات الرصيف القري المنحدرات القرية السهول العميقة الجبال المحيطية المخروطات البركانية الغاطسة الخنادق المحيطية واليوم أعزائي الطلاب نبدأ على بركة الله الدرس الرابع من البحار والمحيطات أهداف الدرس نتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادر على أن الهدف الأول يعدد الخصائص الطبيعية للبحار والمحيطات الهدف الثاني يستنتج درجة حرارة البحار والمحيطات الهدف الثالث يعدد أهم أملاح البحار والمحيطات الهدف الرابع يذكر العوامل المؤثرة في نسبة ملوحة البحار والمحيطات الهدف الأول يعدد الخصائص الطبيعية للبحار والمحيطات تتميز مياه البحار والمحيطات بخصائص فيزيائية وكميائية تؤثر على طبيعة الحياة فيها بل وعلى سطح الأرض أيضاً ويوضح الشكل التالي أهم هذه الخصائص الخصائص الطبيعية للبحار والمحيطات حرارة المياه ملوحة المياه كثافة المياه شفافية ولون المياه إذن عزيز الطالب فنقوم بدراسة الخصائص الطبيعية للبحار والمحيطات منحين حرارة المياه ملوحة المياه كثافة المياه شفافية ولون المياه الهدف الثاني يستنتج درجة حرارة البحار والمحيطات حرارة المياه تصل حوالي 50% من الطاقة الشمسية إلى سطح المياه على هيئة أشعة تحت الحمراء وتمتصها الطبقة السطحية للمياه وتتناقص درجة حرارة تتريجيا كلما اتجهنا إلى العنق لذلك تختلف حرارة المياه حسب دوائر العرض عزيز الطالب ذا نذكرك بما درسته من قبل درست أن أشعة الشمس تختلف حسب دوائر العرض فبعض المناطق مثل المناطق الاستوائية تستقبل أشعة عمودية لذلك نجد أن حرارة المناطق الاستوائية إما تكون درجة حرارة عالية أو دافئة أما المناطق الباردة والمناطق المعتدلة فتستقبل أشعة مائلة لذلك إما درجة حرارتها معتدلة أو باردة لذلك تختلف حرارة المياه حسب دوائر العرض أو حسب ميل أشعة الشمس على دوائر العرض فالأشعة العمودية تسقط على المناطق الاستوائية والأشعة المائلة تسقط على المناطق المعتدلة أو المناطق الباردة تختلف حرارة المياه حسب دوائر العرض ويمكن تقسيمها إلى مناطق دافئة ومناطق باردة تقع أدفئ المناطق المحيطية شمال خط الاستوائ لذلك فإن خط الاستوائ الحراري المحيط يقع شمال خط الاستوائ أما المناطق الباردة تقع أبرد المناطق بين دائرة عرض 80 درجة شمالا إلى نقطة القدب الشمالي ومن دائرة عرض 75 درجة إلى 80 درجة جنوبا إذن عزيز الطالب تختلف حرارة المياه حسب دوائر العرض فيمكن تقسيم حرارة المياه إلى مناطق دافئة وهي القريبة أو المناطق المحيطية شمال خط الاستوائ والمناطق الباردة نجد أن أبرد المناطق تقع بين دائرتين عرض 80 درجة شمالا إلى نقطة القدب الشمالي ومن دائرة عرض 95 درجة إلى 80 درجة جنوبا درجة حرارة السطحية في نصف القرى الجنوبي أقل عن الأجذاء الشمالية فاستر ذلك درجة حرارة السطحية في نصف القرى الجنوبي أقل عن الأجذاء الشمالية فاستر ذلك ما أسباب ذلك بسبب انصهار قتل الجليد المجمعة في نقارة أنتراكاتيكا والجبال الثلجية العائمة هبوب الرياح الغربية والقطبية الباردة درجة حرارة السطحية في نصف القرى الجنوبي أقل عن الأجذاء الشمالية بسبب انصهار قتل الجليد المتجمعة في قرى أنتراكاتيكا والجبال الثلجية العائمة هبوب الرياح الغربية والقطبية الباردة درجة حياة المياه لا تتغير بالسرعة التي تتغير بها درجة حرارة اليابس بمعنى عزيز الطالب أن المياه تحتفظ بدرجات حرارتها لفترة طويلة عكس اليابس أو المناطق الصلبة فدرجة حرارتها تفقدها بصورة سريعة فاليابس يفقد درجة حرارته بواسطة ما يسمى بالإشعاع الأرضي ها تذكرت عزيز الطالب كما أن المياه البحار في حركة مستمرة ما الذي يترتب على ذلك نعم أحسن بعض الطلاب يقولون أن البحار المحطط في حركة مستمرة بواسطة الطيارات البحرية أو حركة الماد والجزل أحسنتم مما يؤدي إلى تأثير الحرارة التي تمتصها من أشعة الشمس لا يقتصر تأثيرها على المياه السطحية في منطقة امتصاصها بل تمتد إلى مناطق أخرى بعيدة عنها مئات الكيلومترات بواسطة طيارات البحرية بمعنى عزيز الطالب كنت بدراسة أن للبحار المحطط طيارات بحرية باردة وطيارات بحرية دافئة فيمكن أن تنتقل تنقل الطيارات البحرية الباردة إلى المناطق الدافئة فتعمل على تلطيف طرق الحرارة في المناطق الدافئة والطيارات الدافئة تمتد أو تنتقل إلى المناطق الباردة فتعمل على أستاذ تدفئة المناطق الباردة تلعب مياه البحار دورا مهما في تنظيم الحرارة وفي تلطيف الجو كيف ذلك؟ كما أنها تساعد في نقل الحرارة من مكان لآخر على طول السواحل فتساعد بذلك على تدفئة بعض السواحل الأقاليم الباردة وعلى تلطيف حرارة السواحل بعض الأقاليم الحارة إذن يمكن أن تتقل طرق الحرارة بواسطة طيارات البحرية من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة أو من المناطق الحارة إلى المناطق الباردة وهكذا لذلك تلعب مياه البحار والمحيطات دورا مهمة في تنظيم الحرارة وفي تلطيف الجو كما تساعد على نقل الحرارة بالمكان لآخر على طول السواحل الهدف الثالث يعدد أهم أملاح البحار والمحيطات تختلف مياه البحار والمحيطات المليحة عن المياه العذبة في أنها تحتوي على بعض الأملاح نعم إني أسمع بعض طلابي يقولون أن البحار والمحيطات مصدر لملح الطعام أحسنتم ما مصدر تلك الأملاح؟ تمثل القشرة الأرضية المصدر الرئيسي لأملاح البحار والمحيطات إلى جانب المقذوفات البركانية والتي تعد مصادر ثانوية وتختلف نسبة منوحة مياه البحار الداخلية مثل البحر الميت حيث ترتفع نسبة الأملاح به مقارنة بالبحار والمحيطات عزيز الطالب أضف لمعلوماتك بحر الميت هو أخفض بقعة في الأرض وكنت سميه بذلك أو بهذا الإسم لنعدام الحياة والكائنات البحرية ونباتات البحر فيه بسبب منوحته العالية ولأملاح البحر الميت قيمة علاجية في علاج العديد من الأمراض عزيز الطالب أذكر أهم الأملاح في البحار والمحيطات كلوريد السوديوم كربونات الكالسيوم سلفات أو أملاح البوتاسيوم أهم الأملاح في البحار والمحيطات كلوريد السوديوم كربونات الكالسيوم سلفات أو أملاح البوتاسيوم كلوريد السوديوم تعتبر مياه البحار والمحيطات مصدرا لكلوريد السوديوم وهو ملح الطعام الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة الإنسان أما كربونات الكالسيوم نسبتهم منخفضة ويرجع ذلك إلى استهلاك الكائنات البحرية المتنوعة لاستخدامه في بناء قشورها سلفات أو أملاح البوتاسيوم نسبتهم منخفضة ويرجع ذلك إلى توقف المصورات المركانية التي تعد المصدر الرئيسي له الهدف الرابع يذكر العوامل المؤثرة في نسبة ملوحة البحار والمحيطات أهم العوامل المؤثرة في نسبة ملوحة البحار والمحيطات المياه العذبة سقوط الأمطار ذوبان الجليد التبخل إذن عزيز الطالب أهم العوامل المؤثرة في نسبة ملوحة البحار والمحيطات المياه العذبة سقوط الأمطار ذوبان الجليد التبخل المياه العذبة تنخفض نسبة الملوحة في البحار التي تصب فيها مجارية نهرية مثل مصباي نهر الأمازون والنيل إذن مصدر المياه العذبة في البحار والمحيطات هي الأنهار أو مصبات الأنهار مثل نهري الأمازون والنيل سقوط الأمطار تنخفض نسبة الملوحة في البحار التي تسقط عليها أمطار طوال العام مثل المناطق الاستوائية العروض المعتدلة إذن أيضا عزيز الطالب المناطق التي تسقط فوقها أمطار طوال العام تنخفض نسبة الملوحة بها ذوبان الجليل تنخفض نسبة الملوحة في المحيطات القطبية بسبب طوافر مياه عذبة نتيجة ذوبان الجليل التبخر كلما زادت نسبة المياه المتبخرة من مياه المحيطات وقلت كمية المياه العذبة التي تضفق فيه كلما زادت نسبة تركض الأملاح في مياه إذن أهم العوامل المؤثرة في نسبة ملوحة البحار والمحيطات المياه العذبة سقوط الأمطار ذوبان الجليل التبخر أضف لمعلوماتك عزيزي الطالب بالرغم من استمرار تراكم الأملاح في مياه البحار والمحيطات عبر السنين إلا أن درجة ملوحة المياه تبقى مستقرة نسبيا وذلك بسبب استهلاك هذه الأملاح عبر عمليات طبيعية تحدث بشكل دائم وفي النهاية عزيزي الطالب فلنجب على أسئلة حول ما تعلمنا في هذا الدرس سؤال الأول بما تفسد درجة حرارة المياه أو درجة حرارة السطحية في نصف الكرة الجنوب أقل عن الأجزاء الشمالية درجة الحرارة السطحية في نصف الكرة الجنوبي أقل عن الأجداء الشمالية نعم أحسنت عزيز الطالب بسبب انصهار قتل الجليل المتجمعة في كارة أنتراكاتيكا والجبال الثلجية العائمة هبوب الرياح الغربية والقضبية الباردة أحسنت السؤال الثاني عدد أهم العوامل المؤثرة في نسبة ملوح البحار والمحيطات عدد أهم العوامل المؤثرة في نسبة ملوح البحار والمحيطات عزيز الطالب أركو التركيز عدد أهم العوامل المؤثرة في نسبة ملوح البحار والمحيطات نعم أحسنت عزيز الطالب المياه العذبة سقوط الأمطار ذوبان الجليد التبخر إذن العوامل المؤثرة في نسبة ملوحة البحار والمحيطات المياه العذبة سقوط الأمطار ذوبان الجليد التبخر أحسن عزيز الطالب السؤال الثالث ما مصدر أملاح مياه البحار والمحيطات ما مصدر أملاح مياه البحار والمحيطات أرجو التركيز نعم أحسن عزيز الطالب الكشرة الأرضية المغذوفات البركانية نعم أحسن سؤال الرابع أين تقع أبرد المناطق المحيطية أين تقع أبرد المناطق المحيطية نعم أحسن بين دائرة عرض ثمانون درجة شمالا إلى نقطة قد الشمالي ومن دائرة عرض خمسة وسبعون درجة إلى ثمانون درجة جنوبا أحسن عزيز الطالب السؤال الخامس ما العلاقة بين التبخر وملوح المياه ما العلاقة بين التبخر وملوح المياه أركو التركيز وملوح مياه البحر أو ملوح البحار والمحيطات نعم أحسن كلما زادت نسبة المياه المتبخرة من مياه المحيطات وقلت كمية المياه العفبة التي يتضفق فيه كلما زادت نسبة تركز الأملاح في مياه أحسن تعزي الطالب أحسن وفي الختام أعزائي الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم